في المركز الثقافي غدامس كان الدستور موضوع نقاش بين عضاء المجلس البلدي للمدينة ومجلس الشورى وعدد من المهتمين والناشطين بالمجتمع المدني في قرشة عمل بعنوان نشر الوعي المجتمعي بهمية الدستور برنامج الخاص بمشروع نشر الوعي بهمية الدستور ودور الدستور في إقرار قواعد سلام دائم لدولة ليبيا هذا المشروع الذي يستهتف تقريبا حوالي عشر مدن من مختلف الحالي بيشرق وغرب وشمال وجنوب هذا المشروع الذي ترعاه مبادرة التغيير السلمي الورشة تناولت عديد المحاور منها مخاضل هيئة تأسيسية لسياغة مشروع الدستور الليبي التوقيت والتحديات وأنمع الدستير الموجودة بالعالم وأهم الصعوبات والعقبات التي تواجه الدستور لطرحه للاستفتاء وبدعوة من شبكة صناع السلام حضرنا إلى مدينة غنام الثراث والعصالة للحديث حول المصالحة الوطنية وحول العدلة الانتقالية حول ما اجتمل عليه مشروع الدستور الليبي من هذه المفاهيم وبالتالي كانت المحاضرة وكان في حضور جيد جدا وكان في تفاعل كبير داخل القاعة ورشة عمل تأتي في إطار التوعية في مجال الدستور ضمن نشاطات شبكة صناع السلام ليبيا وتستهدف محاضرات التوعية أكثر من مدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة